موسيقى الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت جرانيتش موجز اخباري يأتي حضراتكم من القاهرة اهلا بكم اكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الامريكي انتوني بلينكين رفضهما لاقدام اسرائيل على اية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية واحذر الوزيران خلال اتصال هاتفي من العواقب الانسانية الجسيمة لمثل هذا الاجراء وتداعيته الخطيرة على امن واستقرار المنطقة واوضح السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان الوزير شكري جدد التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر القاطع لمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين خارج اراضيهم لما ينطوي عليه هذا الاجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية في انتهاك جسيم لاحكام القانون الدولي حذرت رئاسة الفلسطينية من خطورة استمرار جرائم المستوطنين بدعم وحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقال نطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابوردينة ان هذه الاعتداءات والجرائم من قبل المستوطنين ما هي الا نتيجة لاستمرار حرب الابادة التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته محملا حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم اكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق اول عبدالفتاح البرهان ان الجيش استطاع استعادة جزء كبير من صناعاته الدفاعية موضحا انه سيتم حسم المعركة لصالح الشعب السوداني قريبا واشاد البرهان في خطاب بمنطقة ام درمان العسكرية بالوقفة الصلبة لضباط وجنود القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات الداعمة لمواجهة التمرد ضد الدولة ومؤسساتها اكد الرئيس التونسي قيس سعيد ان بلاده تعامل المهاجرين معاملة انسانية وترفض في الوقت ذاته ان تكون معبرا لهم وطلب خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار المنظمات الدولية المتخصصة بالوقوف الى جانب تونس لوجود حلول التخلص من هذه الظاهرة مضيفا ان تونس لم تكن ابدا سببا من اسباب ظاهرة الهجرة بل تتحمل تبعات نظام عالمي ادى الى هذه الاوضاع غير الانسانية كشفت الولايات المتحدة انها بصدد ارسال تعزيزات الى الشرق الاوسط مع تزايد المخاوف من ان تشن ايران قريبا هجوما على اسرائيل واوضح مسؤول عسكري امريكي ان بلاده ترسل موارد اضافية الى المنطقة لتعزيز جهود الردع الاقليمية وتعزيز حماية القوات الامريكية اكد الرئيس الاوكراني فلاديمير زينليسكي ان بلاده لن تكون قادرة على تسليح قواتها وتجهيزها اذا لم تطلق مساعدة من واشنطن والشركاء الغربيين الاخرين واعترف زينليسكي ان كييف ستستمر في خسارة المزيد من الاراضي والجنود اذا لم يقدم شركاؤها المساعدة العسكرية اللازمة لها اكد وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف ان دعوات الغرب العلنية لاصدار انظار جماعي ضد روسيا تقود اي فرصة لنجاح مؤتمر سويسرا حول اوكرانيا وقال لافروف ان عقد مؤتمر حول اوكرانيا في سويسرا هو بمثابة الطريق نحو اللامكان موضحا ان موسكو لا ترى ان الغرب مستعد بصدق للدخول في مفاوضات عادلة مع روسيا مشاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الاخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكوار كود الظاهر امام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي انا محمد انصاري ودمتم في امان الله